سأقرأ عليكم من كتب الطوسيين إنها كتب كبار العلماء سأبدأ من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي هذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة هذه الطبعة السابعة 1439 هجري قمري في مقدمة ابن إدريس وهو يتحدث عن الزمن الذي كان يعيش فيه في الزمن الذي عاش فيه ابن إدريس كانت المرجعية الطوسية في سلطنتها الوراثية مستمرة ابن إدريس توفي سنة خمسمية وثمانية وتسعين وولادته على التقريب خمسمية وثلاثة وأربعين مرجعية آخر حفيد للطوسي استمرت إلى سنة خمسمية وثلاثة وسبعين للهجرة توفي حفيد الطوسي الذي هو حفيد بنته أعود إلى مقدمة ابن إدريس في الصفحة الرابعة والثلاثين يقول هكذا إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضيعهم لما يعلمون ما هو هذا حال الشيعة الآن هذا هو حاله مع أن ابن إدريس هو طفسي أيضا لكن حال الشيعة الآن هو هذا فهم يجدون متابعة برامجي مثلا لا لأنني على الحق وإنما عليهم أن يتابعوا هذه البرامج ربما أكون على الحق أنا لا أقول لأحد صدقني ولا أقول لأحد اتبعني إنما أقول للجميع احترموا عقولكم لماذا أنتم مضحكة لماذا يضحك عليكم هؤلاء الحمير صدقوني هؤلاء الذين يخرجون في الفضائيات من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء حمير 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 لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة وفي الوقت نفسه أكثر الذي ينقلونه عن المذهب الطوسي ليس صحيحا هم لا يفقهون المذهب الطوسي أيضا هم طاية ذولا هم طاية وتدفع بهم المرجعية لكم بالضبط مثلهم طاية السياسة السيستاني وين ماك واحد طاية حظة في الجو السياسي يدفع لكم نفس الشي وين ماك واحد طاية حظة ومطي وغبي وأغبر من المعممين يدفع عليكم هذه هي الحقيقة من الآخر لا تصدقوا كلامهم لكن افحصوا وتأكدوا بأنفسكم إني لما رأيت هذا كلام ابن إدريس إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضيعهم لما يعلمون ورأيت ذا السن الكبار الكبار ذول قضيتهم لاك فطين مو لاك فطين لاك فشي ثاني كبار السن غسلوا يؤديكم منهم ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه أغبياء 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 وإلى يومنا ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه وملكة الجهل لقياده الجهل هو الذي يقوده مضيعا لما استودعته الأيام مقصرا في البحث عما يجب عليه علمه حتى كأنه ابن يومه ونتيج ساعته كانه طفل صغير كبير في السن بس عقل ماكو عقل ماكو ما هو البعير هم كبير البعير كبير والمط كبير وهذا هم الحج كبير وذاك الحوزوي الصار لستين سنة بالحوزة هم تشبير هم مطي ذول الكبار بالحوزة مطاية درجة أولى درجة أولى هذا اللي تشوف عمام تشبيرة والحيط طويلة هذا مطي مرتب حسب الأصول بالحوزة 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 ذا ذا الكفاية بالحوزة كان كان واقعا ولا زال كذلك دائما أقول لكم احنا مثل بول البعير كبول الأباعر دائما إلى الوراء الواقع الشيعي هكذا مراجع حوزة النجف هكذا المذهب الطوسي القذر هكذا هكذا فعل بنا ولا زال يفعل بنا مع ملاحظتي أن ابن إدريس هو طوسي للنخاع في المقدمة نفسها في الصفحة الثالثة والأربعين ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة إنها منظومة أصول الدين الخمسة منظومة أصول المذهب الطوسي القذر العقيدة هي هي قلت لكم إن ابن إدريس طوسي لكنه يشكل على الطوسي في بعض الأحيان أما هذا الضجيج عن ابن إدريس من أنه فعل الأعاجيب لأنه تجرأ على قدسية الطوسي التي أسميتها بلعنة الطوسي فجعلت الصورة الثالثة في ألبومنا التأريخي بهذا العنوان لعنة الطوسي لعنة الطوسي هي قدسية الطوسي وإلا فابن إدريس هو طوسي للنخاع بل هو من أكثر الطوسيين في تعامله مع دين العترة الحقيقي ومع أحاديث العترة الحقيقية ألا ترى أن هؤلاء بأعيانهم يحتجون في أصول الدين من التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بأخبار الآحات إلى آخر كلامه من هذا الخرط فمع أنه طوسي وطوسي إلى النخاع لكنه كسر قدسية الطوسي في المسائل الإفتائية هذا هو الذي فعله ابن إدريس مع أنه بقي على كثير من فتاوى الطوسي الشافعية وأفتى بها مثل ما أفتى الطوسي وهي شافعية في أصلها قلت لكم لعنة طوسي هي هذه معتقداته الضال وآراؤه الباطلة وفتاواه العاطلة الفاشلة وكل ضلال صدر منه وإجماعاته الغبية الخاطئة الكاذبة ينقل في هذا الكتاب إجماعا على شيء وفي كتاب آخر ينقل إجماعا معاكسا فأي إجماعات هذه كل الضلال هذا صار هداية وصار أساسا للدين وإلى يومنا هذا وحتى ابن إدريس فإنه سار على عقيدة الطوسي وأفتا بكثير من فتاوى الطوسي الناصبية صحيح دقك كثيرا في فتاوى الطوسي واستخرج الكثير منها ومن أنها جاءت وفقا لشافعي ووفقا لأبي حنيفة ووفقا للمالكي ووفقا لفقهاء النواصب والطوسي لم يكن مشتبها في ذلك الطوسي أسس مذهبا كبقية المذاهب لكنه أراد أن يضحك على الشيعة بهذا المذهب القذر الضال فخلطه خلطه أخذ من المعتزلة شيئا ومن الأشاعرة شيئا ومن الشوافع ومن الأحناف وأخذ من ثقافة العترة شيئا خلط الأمور لكن الميزة الشافعية واضحة وكذلك فإن الميزة المعتزلية واضحة في المذهب الطوسي الشافعي القذر نذهب إلى فاصل